بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من سلسلة العرفان الإلهي من وسائل التزكية محاسبة النفس يقول الله تعالى عن ضرورة المحاسبة أحصاه الله ونسوه وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ومحاسبة النفس لا يقدر عليها إلا من آتاه الله تعالى نور الحكمة وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل وعباد الله المخلصين فبقدر هذا النور يمكن إدراق التفاوت بين مقام الربوبية وبين مقام العبودية فيعرف الإنسان أن الرب رب والعبد عبد ويتبين له حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال وأن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وأن الإنسان قبل المحاسبة جاهل بحقيقة نفسه وبربوبية فاطرها وخالقها فإذا حاسب نفسه على أعمالها ظهر له أنها منبع كل شر وأساس كل نقص وأنه لو لا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا ولولا هداه ما اهتدت ولولا إرشاد الله وتوفيقه لما كان للنفس قدرة على فعل أي خير فتكون مشاعر العبد بين جناحي الخوف والرجاء الخوف من التقصير والتفريط في جنب الله تعالى والرجاء في رحمة الباري والطمع في رضاه وهو ما تجلى على لسان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم المسمى بسيد الاستغفار حيث يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي يا رب أعترف لك بكمال النعمة وأعترف بكمال الذنب والتقصير فلا تحرمني جميل ما عندك بقبيح ما عندي يا أرحم الراحمين ومحاسبة النفس تكون على نوعين فمنها نوع يتعلق بأجزاء الأعمال وهو المعني بإصلاح العمل ونوع يتعلق بمجموع الأعمال وهو المعني بصقل العمل وتحسينه وأما النوع الأول من أنواع محاسبة النفس بشكل تفصيلي فهو لا يتعلق فقط بوقت القيام بالعمل بل إن محاسبة النفس تبدأ قبل العمل ويكون السؤال فيها عن النية بتحديد الغرض من العمل ولأجل من سوف يقوم به الإنسان فهدف المحاسبة قبل العمل هو إصلاح القصد وإصلاح النية وتكون كذلك أثناء القيام بالعمل وذلك بسؤال النفس عن كيفية إنجاز هذا العمل وما هي الوسائل والسبل الصحيحة لإتمامه على أكمل وجه وفاعدة هذا النوع من المحاسبة هو الدوام مراقبة النفس في كل حال فإن الإنسان قد يبدأ العمل بنية حسنة لكنه ينجزه بوسيلة غير مشروعة ويؤديه بطريقة غير صحيحة كما تكون المحاسبة أيضاً بعد الانتهاء من العمل ويكون السؤال فيها عن التأثير الذي تركه العمل في نفس الإنسان هل تولدت بسببه زيادة في التذلل والتواضع لله تعالى أم نبتت في النفس بذور العجب والتكبر والغرور أما النوع الثاني من المحاسبة المحاسبة الكلية ويكون عن طريق تقسيم الإنسان لأعماله إلى حسنات تتعلق بالله تعالى وحسنات تتعلق بنفسه وحسنات تتعلق بسائر الخلق ويمكن أيضاً تقسيم السيئات كذلك بنفس الطريقة إلى سيئات بحق الله تعالى وسيئات بحق النفس وسيئات فيها ظلم للعباد وهضم لحقوق الخلق وهناك طريق سهل يسير للمحاسبة حيث يمكن للإنسان محاسبة نفسه عن طريق وضع علامات على جميع الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم ثم التعهد بمحاسبة النفس أثناء قراءة الورد اليومي من القرآن الكريم وكلما مر بأمر أو بنهي سأل نفسه وحاسبها وبذلك تتحقق محاسبة النفس عن طريق التدبر في كل أمر ونهي أثناء التلاوة تابعونا في الحلقة القادمة تابعونا في حلقة التدبر